على الرغم من تبعاتها الآنية فأن الحرائق القاسية ودرجات الحرارة المرتفحة التي تشتاح أوروبا لها تبعات طويلة الأمد ومباشرة على صحة الإنسان برنامج مراقبة الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي حذر من أن موجة الحر هذه وما يرافقها من جفاف حاد تفاقم مخاطر نجوب حرائق وتزيد التلوث بغاز الأوزان ما خطورة ذلك؟ يتشكل غاز الأوزان عندما تتفاعل انبعاثات من الوقود الأحفوري وملوثات أخرى من صنع الإنسان بوجود ضوء الشمس وهو مضر كثيرا بصحة الإنسان على مستويين الأمراض القلبية وأيضا التنفسية وهذا ما أوضحه العالم في قسم مراقبة الغلاف الجوي مارك بيرينغتون الذي أكد أن المستويات العالية من الأوزان السطحي قد تسبب التهابا في الحلق وسعالا وصداعا وأيضا تزيد خطر الإصابة بنوبات الربو لارتفاع مستوى التلوث بغاز الأوزان تبعات أخرى على المستوى الزراعي ما يثير حاليا قلقا كبيرا بشأن المناطق الزراعية والأمن الغذائي كل ذلك يحدث الآن لكن العلماء سبق أن كشفوا عن تلوث مرتفع جدا بالأوزان السطحي في كل أوروبا الغربية والجنوبية وخصوصا في جنوب شبه جزيرة الإبليي وبعض مناطق الشمال إيطاليا في حال تحصل الوضع في شبه الجزيرة فأن مستويات أوزان سطحي مرتفعة جدا قد تؤثر على المناطق الشمالية الغربية في الأيام القليلة المقبلة وفي حين تبلغ مستويات الأوزان أوجها بين الثامن عشر والعشرين من يوليو فإنه من المتوقع أن تبدأ اتباعا بالانخفاض